نهاردة يشهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بالذكرى زي ما بيقولوكو ذكرى لا ده هو العيد انا حتى ما حيبش كلمة ذكرى دي العيد رقم 70 للشرطة المصرية في مجمع الاحتفالات والمؤتمرات في مقر اكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة طبعا بحضور سيادة اللوة محمود توفيق وزير الداخلية المصري عدد من الوزراء والشخصيات العامة والنواب والقيادات الامنية وبطبيعة الحال اسر شهداءنا اللي دفعوا مش تمن غالي ان هما دفعوا اغلى تمن عشان انا وانت وغيرنا نتمشى في الشارع نتمشى مش هقولك بس نروح الشغل علشان ننزل يوم الجمعة اللي عاوز صلي صلط الجمعة فيه بالتأكيد طبعا في ظل الكورونا المساجد المصرح بها او حتى قبل ما تظهر الكورونا عشان ننزل نصلي الجمعة واحنا مش قلقانين من مظاهرات ولاد اللازينة اللي كانوا بضربوا ناس والطلق يضرب على الناس في البلكونات ما تنساش اللي كان بيحصل في شارع رمسيس اوعى تنسى فاكبر شوارع بلدنا حصلت مظاهرات ضرب النار على الناس في البلكونات والشبابيك في بيوتهم اكتر من كده ايه لولا الناس دول ما كناش وقفنا الوقف اللي احنا فيها لولا الناس دول ما كناش نبقى بنتكلم مع بعض كده لولا الناس دول ما كناش رحنا اشغالنا ومحضراتنا ودرسنا في المدارس وفسحنا الاولاد وخرجنا الابهات وامهات ابهاتنا وامهاتنا بالتأكيد ربنا يدي الصحة للجميع اللهم امين يا رب الى اخره الرئيس النهاردة قال في كلمته اكتر من شيء مهم يمكن من ابرزها ان رجال الشرطة المصرية اسبتوا ان الدفاع عن الاوطان مش مرهون بامتلاك العدة والعتاد لكن مرهون بمدى ايمان وعقيدة الرجال الرسخة جوه النفوس اسمع الرئيس قال ايه قد اثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم ان الدفاع عن الاوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد وانما هو مرهون بمدى ايمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم شعب مصر العظيم ان الغاية الاسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الامن والامان لمواطنيها وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واعن ومدرك لطبيعة مهمته جيدا اشتركوا في القناة